السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير زمالة العزاء معكم زميلكم عدل اسلامان من الدارة العامة لمكافحة عدو المنشآت الصحية اليوم بإذن الله عندنا موضوع مهم جداً راح نتكلم عنه وهو الـ Core and Fiction Prevention and Control Practices نتكلم عن المهارات الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المنشآت الصحية أو المواضيع اللي نتكلم عنه اليوم بإذن الله هنتكلم عن بعض المواضيع مثل ما ذكرنا نحن ما راح نقدر نغطي جميع Core and Fiction Prevention and Control Practices لكن هنأخذ المعلومات المهمة جداً هنتكلم عن الـ Education and Training of the Healthcare Personal Inside the Healthcare Facility regarding أو فيما يخص الـ Infection Control هنتكلم عن الـ Standard Precaution يحتوي على مواضيع كثيرة الـ Hand Hygiene, Personal Protective Equipment, Injection and Medication Safety, Environmental Cleaning and Disinfection هنتكلم عن الـ Reprocessing of Reusable Medical Equipment between the Patient or when a soiled or it will be contaminated هنتكلم عن الـ Transmission Based Precaution موضوع مهم جداً هنتكلم عن اللي هو Temporary Invasive Medical Devices for Clinical Management و الـ Waste Management هنتكلم عن الـ Linen Management هذا المواضيع اللي نحن نتكلم عن اليوم بإذن الله بداية لابد نعرف زملائنا بأن الـ Adherence to the Infection Prevention and Control Practices it's very essential why we need to be provide what is safe and also high quality patient care in all healthcare settings نحن نقدم فيها اللي هو الخدمة للمرضى طبعاً لابد نعرف بأنه هو الالتزام زملائنا بممارسات اللي هو مكافحة العدوى هو أمر جداً مهم وضروري من أجل أن نحن نوفق اللي هو الرعاية للمرضى هذه الرعاية لابد تكون آمنة الرعاية لابد نقدمها نظام فيها بإذن الله عدم انتقال عدوى للمرضى عدم حدوث أي تفشيات وأيضاً ضمان بيئة عمل آمنة سواء كانت للممارسة الصحية وأيضاً للمرضى في جميع اللي هي أنحاء أو في جميع الأماكن تقديم الرعاية الصحية طبعاً اليوم بإذن الله أولاً إن شاء الله إحنا مثل ما ذكرنا We will be talk about the core of infection prevention and control practices ولكن إحنا حنتكلم بشكل موجز حنتكلم عن الأمور المهمة جداً والأساسية فيما يخص الكور of infection prevention and control practices Education and training of healthcare workers on the infection prevention and control practices الموضوع الأول حنتكلم عنه هو التدريب والتثقيف للممارسين الصحيين فيما يخص إجراءات مكافحة العدوى داخل منشآت الصحية training and education للممارسين الصحيين فيما يخص infection control or infection prevention and control practices هو أمر مهم جداً من أجل أن نحن نضمن أنه يتم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالشكل الصحيح داخل هذه المنشآت الصحية يمنع هذا بإذن الله حدوث العدوى داخل هذه المنشآت الصحية لكن لابد أن يكون عندنا خطة واضحة للتدريب في عندنا شيء يسمى اللي هو الـ Annual Infection Control Training Program اللي هو البرنامج السنوي للتدريب هذا البرنامج هو لابد أنه يمبني على ما يسمى بالـ Need Assessment أو اللي هو التقييم اللي تم عمله من أجل إيجاد نقاط الضعف والتدريب عليها أيضاً هذا البرنامج يستهدف اللي هو الـ Specialized Infection Prevention and Control Training Course واللي هو برامج تدريبية متخصصة نتكلم عن الأقسام اللي هي Critical Area نتكلم عن ICU والإن ICU والهموداليسيس ديبارتمين هذه كلها تعتبر أقسام متخصصة فلابد أن يتم إدراج هذه البرامج داخل أو هذا اللي هو النوع من التدريب داخل البرنامج السنوي اللي هو التدريب داخل المنشآت الصحية أيضاً أنا لا ننسى أنه عندنا تدريب يستهدف الممارسين الصحيين الجدد الممارسين الصحيين الجدد هذا لا بد أن يكون لهم برنامج تدريبي قبل أنه يتم اللي هو سماح لهم بممارسة العمل فلذلك هي الخطة التدريبية لازم تصير في الواضحة لازم عندنا أنها تستهدف اللي هو أساسيات مكافحة العدوى تستهدف الممارسين الجدد تستهدف اللي هو الممارسين الموجودين داخل هذه المنشآت الصحية بيزد على النيد أسسمن للاقسام الخاصة ولازم هذي تكون موجود لها اللي هو الوثائق لها الجداول الكاملة نتكلم عن التدريب والمحاضرات وأيضاً ناخذ اللي هو الكمبتنسي أو اللي هو الفيدباك ومدى تعثير هذه البرامج على أداء الممارسين الصحيين ولذلك لازم نهتم بأنه يكون عندنا ترينينج وديوكيشن للموارسين الصحيين داخل المنشآت الصحية طبعاً هنا لما نتكلم عن اللي هو المونيترينج هو أنه كيف نتأكد من أنه يتم تطبيق الانفكشن كونترول ديوكيشن ودرينج بشكل صحيح داخل هذه المنشآت الصحية معروضة أمامكم زملانة بعض الأساسيات اللي إحنا من ممكن نتأكد منها ونتأكد أنه يتم تطبيقها بشكل كامل طبعاً هذه مشكلة اللي هو الأساسيات لكن هذه أهم الأساسيات اللي هي موجودة لازم نتأكد أنه متوفر لداخل هذه المنشآت الصحية وتم تطبيقها بشكل صحيح تكلم عن الانفكشن كونترول ترينج بلان لابد مثل ما ذكرنا لنا في عندنا في الانفكشن كونترول ترينج بلان موجودة مبنية على اللي هو تشمل على البيزيو كونترول براكسيز وأيضاً مثل ما ذكرنا سابقاً تتكلم عن الإي سيو تتكلم مثلاً عن dedic إبيضة لابسي الكاوتي الانسيرشي والامور هذي كل موها لازم يصير فيه تدريب داخل هذه المنشآة الصحية النيد اسيسمنت او الريسك اسيسمنت اللي هم عملوه عشان يطلعون النيد تو بي انكلود داخل هذي البروغرام لابد نحن نراجع النيد اسيسمنت تأكد انه يتم عمله الطريقة الصحيحة وانه موجود معمول بالشكل الصحيح الكمبتنسي اسيسمنت او اللي هو نقدر نسميه الفيدباك او اللي هو الكوسينيرس اللي يتم تطبيق لدى الممارسين الصحيح من اجل اللي هو قياسة النيد الموجود لديهم بداخل هذه المنشآة الصحية وبالتالي يتم استخدامه من ا اجل اللي هو الناموال OAK bom ال الخلاب الآمل او اللي هو ممكن احنا نشوف ملفات لابد نتأكد انه الملفات الممارسين الصحيحين تحتوي على هذا التدريب اللي هم اخذوا موجود تدريب لهذا الممارسين الصحيحين وايضا في النهاية احنا من الممكن نتأكد انه الممارسين الصحيين يتم تطبيق ما تعلموه داخل هذه المنشآت الصحية او تم تدريبهم عليه نتكلم منه ممكن يطلب منهم انه ما تأكد انه يعملون ويطبق ما تعلم داخل هذه المنشآت الصحية نتكلم عن الهند هايجيني اللي هو مثل سواء كانت الكلابسي الكاوتي الامور هذي كل بوها وايضا من الممكن نستخدم اللي هي الاسئلة المباشرة لزملان الممارسين الصحيين من اجل نتأكد من انه تعلموا او تم تدريبهم بشكل صحيح جميع هذه العناصر هي تساعدنا من اجل انه احنا نتأكد انه في عندنا تدريب وتضخيف للممارسين الصحيين بما اخص مكافحة العدوى بالشكل الصحيح والسليم داخل هذه المنشآت الصحية الستاندر بريكوشن او اللي هي تعتبر وتسمع بالاحتياطات القياسية او الاساسية لمكافحة العدوى البداية لابد نعرف احنا ايش المقصود او ايش معنى اللي هو الستاندر بريكوشن الستاندر بريكوشن هي المقصود العدوى بريكوشن الستاندر بريكوشن او اللي هي الاحتياطات القياسية او الاساسية هي عبارة عن الممارسات الاساسية التي لابد من انه يتم تطبيقها على جميع المرضى بغض النظر عن حالة المريض سواء كان هو مؤكد او مشتبه اصابته بمرض معدي فلذلك لابد من انه يتم تطبيق الستاندر بريكوشن على جميع المرضى داخل هذه المنشآت الصحية ومثل ما ذكرنا بغض النظر عن اللي هو situation او حالة المريض بكان مشتبه او مؤكد اصابته بمرض معدي لما يكون عندنا مريض مشتبه بعدين احنا حنتقل الى مستوى اعلى فيما يخص اللي هو البيكوشن لكن لابد انه يتم تطبيق الستاندر بريكوشن ها هذه الاحتياطات تحميل اول شي احمل الممارسين الصحيين داخل هذه المنشآت صحية من اجل طلب ما تنتقل لهم اي عدوة من المرضى أو من البيئة اللي هم يعملوا فيها وفي نفس الوقت هي تحمي المرضى من عدم انتقال العدوى لهم من الممارسين الصحيين أو أن يتم انتقال هذه العدوى من الانفيرومنت إلى الممارس ومن الممارس إلى المريض فلذلك يتعتبر شيء مهم جدا لابد من أن يتم تطبيقه لجميع اللي هو المرضى مثل ما ذكرنا سابقا طبعا عناصر الستاندرد بركوشن أو العناصر المهمة داخل الستاندرد بركوشن سنتكلم عن الهاند هايجين وكيف نستخدمها الانجكشن عند الميدكيشن سيفتي اللي هو السيفينجيشن بركوشن الانفيرومنتال كيلينيك وتسينفكشن وبعده هنتكلم عن اللي هو الربروسسسن عوزي ميدكيشو بين الناس والانس حيث انه يكون مصدور KP هذه المواضيع اللي هنتكلم عنها والتي هي تندرج داخل اللي هو الستاندرد بركوشن عند هايجي او اللي هو تطهير وغاسل الهايدي وأيضاً لابد نعرف حسب أيضاً ما ذكرت منظمة الصحة العالمية الزمن الآن بأن الـ ID هي الشيء أو الطريقة التي هي أكثر شيوعاً أو التي يمكن أن ينتقل الميكرو أوغنيزم عن طريق ID الممارسين الصحيين ذكرت منظمة الصحة العالمية بشكل واضح بأنه السبب الأول الانتقال للعدوى داخل المنشآت الصحية هي ID الممارسين الصحيين وبالمثل ذكرت منظمة الصحة العالمية بأنه من أجل أنه نمنع أنتشار الميكرو أوغنيزم أو الـ ID الممارسين الصحيين لابد من أنه يتم عمل الـ ID بشكل صحيح وبعدد كافي ذكرت بنص واضح بأنه الـ ID هو يعتبر أبسط إجراء وأهم إجراء لانتقال العدوى أو آسف لمنع انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية فلذلك هو يعتبر شيء مهم جدا أنه يتم تطبيق الـ ID بشكل صحيح وبعدد كافي داخل هذه المنشآت الصحية من قبل الممارسين الصحيين إيش المقصود بالـ ID أو تعريف الـ ID أو تطهير الـ ID إما باستخدام اللي هو الماء والصابون أو اللي هو تطهير الـ ID باستخدام اللي هو الكحول جل أو اللي هو الجل الكحول اللي هو مستخدم داخل المنشآت الصحية إحنا لابد نستخدم اللي هو أو نتم تطبيق الـ ID داخل المنشآت الصحية وهو يشو تبيه clean our hand ليش إحنا بنطهر وننظف يدينا أثناء العمل داخل المنشآت الصحية لابد نعرف أنه السبب الأول من أجل أنه نعمل حماية أو protect the patient من المايكرو اوغانيزم أنه ما يصير فيه أي transmission microrganism سواء من الـ ID أو من الـ environment للـ ID ثم إلى المريض وبنفس الوقت إحنا لابد أنه protect our self إحنا الممارسين الصحيين لابد نحمي أيدينا أيضاً ونحمي أنفسنا من هذه المايكرو اوغانيزم اللي موجودة داخل هذه المنشآت الصحية بتطبيق تطهير اليدين بشكل صحيح إنه ممكن إنه ننعدي لا قدر الله سواء كان من environment إنه ننعدي لا قدر الله من اللي هو المريض فلابد أنه إحنا نعمل اللي هو الـ hand hygiene مثل ماذا كان سابقاً بالشكل الصحيح وبالخطوات اللي هو الصحيح طبعاً هنا أنا وضعت لكم الجدول هذا هو يبين لكم اللي هو الـ length of stay or survival of the microorganism بناء على اللي هو تصنيف اللي هو منظمة الصحة العالمية مثل ما تم شايفين في البداية الـ influenza virus to be survive أو من الممكن أن يعيش في environment من 24 إلى 48 ساعة وقص عليها نشوف الـ hepatitis B virus تقريباً إنه ممكن أن يعيش على السطح أو داخل الـ environment لمدة سبعة أيام ولذلك لابد نعرف بأنه إحنا لابد أن يتم عمل اللي هو تطهير اليدين بالشكل الصحيح من أجل مثل ماذا كان سابقاً حماية المرضى وأيضاً حماية أمبوسنا الـ five moment of the hand hygiene واللي هي اللحظات الخمس الأساسية اللي لابد نعمل الـ hand hygiene بخصوص هذه اللحظات طبعاً مثل ما واضح أمامكم اللي هي الـ five moment of the hand hygiene متأكد إنه الكل عارف هذه اللحظات الخمس لكن لابد نتكلم عنها في البداية اللي هي before touching the patient قبل منامسة المريض لابد أن يتم عمل اللي هو الـ hand hygiene before cleaning or a septic procedure قبل أي إجراء راح أن يتم عمله المريض أيضاً لابد من أن يتم عمل الـ hand hygiene after body fluid exposure risk أو اللي هو مثلاً التعامل مع تعرض لسواء الجسم للدم هذي لابد أنه برضو نعمل after body fluid exposure hand hygiene بعد كده after touching patient لابد من أن يتم عمل الـ hand hygiene والخامس اللحظة الخامسة اللي هي after touching patient surrounding محيط المريض منامسة المحيط المريض الطاولة السرير التيفي ريموت أي شيء في محيط المريض لابد من أنه بعد منامسة أنه يتم عمل الـ hand hygiene الخيار متوق لنا بأنه في هذه اللحظات الخامسة يتم عمل الـ hand hygiene أيضاً أو باستخدام الماء والصابون أو أنه نستخدم الجل الكحولي ولكن لابد أن نعلم أنه في عندنا بعض الحالات في الجل الكحولي الماء فلابد أن نستخدم الذي هو hand washing with soap and water نتكلم عن إذا كانت الأيدي متسخة لابد أنه يتم عمل الذي هو hand washing وتنضيب الليل باستخدام الماء والصابون طبعاً الصابون هو الـ antimicrobial soap أو الصابون الذي يحتوي على antimicrobial أو القاتل للميكروبات ممكن لما أعزكم الله بعد خروج الـ healthcare worker من الباثروم لابد أن يتم عمل الذي هو hand washing باستخدام الماء والصابون إذا برضو بعد الأكل لابد أن يستخدم اللي هو hand washing في عندنا بعض الميكرو أورغانيزم أيضاً اللي هو ثبت عدم فعالية الكحولي الجل معاها نتكلم عن الـ anathrox نتكلم عن الـ C. diff هذه كلها لابد أن نستخدم معاها أو لما نتعامل مع المرضى أن تستخدم اللي هو تنظيف الـ AID باستخدام الماء والصابون ونكرر مرة أخرى أن الصابون سيكون الـ antimicrobial soap هذه القسطرات التي هي موجودة لجميع المنشآت الصحية والصادر من الـ WHO ونظمة الصحة العالمية عن طريقة كيف اللي هو خطوات عمل hand washing و أيضاً خطوات عمل hand rub ممكن أن تترجعون لها في وقت مستقبلاً ولكن لازم نعرف بين الـ duration على hand rub مثل ما هو واضح أمامكم من 20 إلى 30 ثانية فيما يخص الـ hand washing من 40 إلى 60 ثانية سلايد هذا نتكلم عن المنشآت الصحية وهو طريقة مراقبة hand hygiene compliance وهو نتأكد أن يتم تطبيق الـ hand hygiene بالشكل الصريح داخل المنشآت الصحية عندنا أمور كثيرة ممكن أن توضحنا لنا هل يتم تطبيق برنامج الـ hand hygiene بشكل صريح داخل هذه المنشآت الصحية أو لا نتكلم عن المنشآت الصحية تكلم عن المنشآت اكتمام المنشآت الحش نتأكد هقد وطريقة الحساب وطريقة المناسبة المواقبة ليزب بعد هذه المنشآت الصحية يجب أن ي tongue نحن من أن يت Ideal وإعلام توفر هذه المعدات لتأكد الكحول иру camps هاند ووشنج سينكس التوفر اللي هو مصادر المو يتوفر اللي هو المال الصعبون بشكل كافي وأيضا بشكل اللي هو اكسيزبول أو اللي هو نسميه إحنا سهلة الوصول للممارسين الصحيين هذه كلها تعطينا من نوعية التطبيق بشكل صحيح في عندنا شيء مهم جدا وهو الكمبلاينس ريت وطريقة مراقبة هذا الكمبلاينس ريت وثم هو وضح أمامكم في عندنا بعض النماذج لحساب الممارسين الصحيين داخل هذه المنشآت الصحية وهي أيضا صادرة من منظمة الصحة العالمية وهي موجودة داخل المنشآت الصحية لنستخدامها لمراقبة التطبيق الهاند هايجين داخل هذه المنشآت الصحية البوستر اللي هي موجودة لحقية الهاندوكيشن البوستر مثل ما نعرضنا سابقا اللي هو هاو تو ديفل بيدو الهاند رب الهاند ووشنج الفايف مومنت لازم تصير موجودة او اللي هو طريقة تطبيق الممارسين الصحيين نحن نقدر نسألهم بتأكد انه يتم تطبيق اللي هو الخطوات بالشكل الصحيح الفايف مومنت عارفينها سواء كان عن طريق الانتربيو والاسئلة او طريقة طلب انه يتم تطبيق الهاند هايجين سواء الهاند رب او الهاند ووشنج بالطريقة الصحيحة في عندنا ايضا هي موجودة داخل الخصوة اللي هو تعزيز وتطوير البرنامج الهاند هايجين داخل هذه المنشآت الصحيحة لا يصير متوفر عندنا ويتم تطبيقه بشكل صحيح كل هذه الامور هي تعطينا تعطينا الانطباع بانه يتم تطبيق اللي هو البرنامج الهاند هايجين بشكل صحيح مثل ما واضح امامكم ايضا حتى الفورميلة اللي هي او طريقة المعادلة للحساب اللي هو الكمبلاينس ريت مثل ما هي واضحة امامكم يتم احتساب الكمبلاينس ريت داخل هذه المنشآت الصحية بهذه الصيغة او هذه الطريقة هذه كلها هتفيدكم بإذن الله مستقبل في طريقة المراقبة ووضع الوضع التولز ووضع اللي هو معايير لقياس مادات من تطبيق الحند هايجين داخل المنشآي صحيح المتبع دخول الحين التورو معدات الوقاية الشخصية آتي نشيدي والتعريف الپيرسونال التورو هي عبارة عن الاكوبمنت ability will be used to protect the healthcare worker from the exposure or contact with infectious agents Daten девis المترجمات الفاكر المعدات اللقائية الشخصية هي المعدات اللي يلبسها الممارس الصحي والمخصص على حماية الممارسين الصحيين أثناء تهدئة العمل من التعرض للعوامل المعدية أو الاتصال بهذه العوامل المعدية طبعاً في معدات اللقائية الشخصية كثيرة نتكلم عن القفزات نتكلم عن القاون اليالو قاون نتكلم عن اللي هو الفيسك الشيلد اللي هو حامل وجه الجوجل اللي هي نظرات حاملية العينين وما إلا ذلك من معدات اللقائية الشخصية اختيار المعدات أو اللي هو اختيار البرسون البروتيكتب بيكوكمنت فيما يخص الستاندر بريكوشن هي مبنية على عدة عوامل نتكلم عن اللي هو type of exposure anticipated أو اللي هو المتوقع أو اللي هي نوع التعرض اللي احنا من نتوقع أنه نتعرض له نتكلم هل هو splashes ممكن تطاير غذات اللي هو fluid of the body نتكلم عن spray أيضاً نتكلم عن category of isolation إذا كان مريض عندنا تحت أي نوع من النواع المثل العازل نتكلم عن أيضاً التاسك اللي احنا بنسويه أو الprocedure بيزد على اللي هو الprocedure اللي حنا نحمله مع هذا المريض وأيضاً بيزد على شيء يسمى اللي هو fit test أو اللي هو اختبار ملاءمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة المعروف لدينا بالN95 الضمان أو اللي هو ensure that the proper selection of the used personal protective equipment it should be based on the natural of the patient interaction and the potential of the exposure for the blood and body fluid and the infectious materials اختيار المعدات اللقائية الشخصية لا بد أن يصير بناءاً مثل ما ذكرنا سابقاً على طبيعة اللي هو التعامل والانتراكشن مع اللي هو المريض وأيضاً احتمالية التعرض لدم وسواء الجسم المريض أو اللي هي المواد المهدئة طبعاً في البداية اللي هي non sterile gloves أو اللي هو قفازات الجراحية الغير معاقمة لابد أنه احنا نعرف أنه we should be used if we have any contact with blood or body fluid contaminated items or contaminated surfaces and it is also part of the contact precaution we will be talk later about the transmission based precaution وأيضاً لازم نعرف that sterile gloves should be used only if we have an invasive or sterile procedure للقفازات اللي هي تعتبر الجراحية الغير معاقمة نستخدم إذا كانت أي تواصل مع اللي هو أو احتكاج بالدم سواء الجسم أو أي أسطح أو أدوات ملوثة أو هي تعتبر جزء مثل ما ذكرنا بما يخص اللي هي contact precaution ولكن sterile gloves القفازات المعاقمة يتم استخدامها فقط إذا كان عندنا أي إجراءات معاقمة هذا فيما يخص اللي هو القفازات غاون او اللي هو اليلو غاون معروف بمليلة الصفراء ما ذكرنا ما ذكرنا في المواضح أمامك طبعاً اللي هو اليلو غاون اللي هو اليلو غاون التعامل أو أثناء أي إجراء من الممكن هذا الإجراء أنه generated splashes أو أنه يولد أو ممكن تطاير البلد أو البلد الفلويد على جلد أو ملابس الممارس الصحي وهو أيضاً part من اللي هو contact precaution نستخدم الأغشية المخاطية اللي هي موجودة في الأعين والأنف والفم للممارس الصحي لأنه نعرف أن هذه تعتبر البلد الفلويد تضغط انتري للميكرو أورغانيزم فلذلك لابد أن نستخدم هذه معدات رقائية الشخصية إذا يوجد عندنا أي بروسيجر من الممكن أن يولد رذاذ سواء من الدم أو سواء الجسم في عندنا بروسيجر كثير تتكلم عن أو ممكن نستخدم المعدات هذه نتكلم عن مثلاً اللي هو suction, secretion, intubation أحياناً فلابد من أن نعرف أنه فيه أو مثل ما ذكرنا سابقاً وهنا نستخدم بعض الريكمنديشن نتكلمنا سابقاً عن اللي هو استخدامات اللي هو personal protective equipment وهنا عندنا بعض الريكمنديشن اللي لابد نعرفها ولابد من أن يتم تطبيقها أثناء اللي هو لبس معدات رقائية الشخصية أو البداية مثل ما هو ماذكور أمامكم لا تستخدم أي بروسيجر كثير من الأطفال ولكن لابد نعرف أن معدات الوقاية الشخصية مخصصة لإستخدام لمريض واحد إذن لابد من أنه ما نستخدم نفسه اللي هو معدات الوقاية الشخصية لرعاية أكثر من مريض بعد استخدامها لابد من يتم إزالة للمريض اللي هو إزالة رمي أو خالة معدات الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة أيضا لابد نعرف بأنه اللفز أو اللي هو القفزات لابد من أنه يتم تغييرها وتخلص منها عند الانتهاء من أي بروسيجر أو إذا أنه صارت contaminated أو تسخت أثناء اللي هو عملية اللي هي الرعاية الصحية فمن الممكن في هذه الحالة أنه نحن نرموذ القفز وأيضا نلبس القفز جديد لابد نعرف بأنه قفزات ممنوع استخدام اللي هو أو غسل القفز لإستخدامت مرة أخرى هو سنجل يوز 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 سنجل سنجل يوز سنتخلص منه مباشرة لكن مهم جدا بأنه نتأكد أو إنشور ذات الهيالكير بيرسونل أو الهيالكير ووركر ذات الهيالكير بميديا أكسس ذات الهيالكير بيرسونل بيرسونل بروتكتيب إكوب إذن لابد من أنه ممارسين أو الممارسين رعاية صحية نتأكد أنه متوفر لهم معدات رقاية شخصية بالعدد المناسب متوفر لهم بالصائد المناسب وأيضا أنه سهل الوصول لها يعني هي في مكان الكل يعرف وينه سهل الوصول لها وأيضا لابد نتأكد بأنه يتم تدريب الممارسين الصحيين على اللي هو استخدام معدات الوقاية الشخصية بيرسونل بروتكتيب بكوب منت على طريقة لبس معدات الوقاية الشخصية وأيضا على طريقة خلع معدات الوقاية الشخصية وأيضا التخلص من هذه معدات الوقاية الشخصية بعد اللي هو خلعها هذه الأمور جدا مهمة أنه يتم تدريب الممارسين الصحيين عليها سلايد هذا يشرح مننا أو هذه البوستر وأعتقد مثل ماذا كان سابقا بما يخص البوستر تبع الهندهجين هذه البوستر تبع دوني و دوفينك بيرسونل بروتكتيب بكوب منت لا بد يستمر توفر في جميع المجهات الصحية والكل يجب أن يصير مطلع عليها بالمكان أنكم ترجعون في وقت لاحق تبرون اللي هو الطريقة الصحيحة اللبس وخلع معدات الوقاية الشخصية جميع معدات الوقاية الشخصية أتنى خلاها لابد من أن يتم خلاها داخل غرفة المريض أو داخل البيشن كير محيط رعاية المريض ما عدا إن كان المريض على الـ 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 الهوائية الـ 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 الكمام التنفس عالي الكفاءة لابد من أن هو الوحيد اللي يتم خلعه بعد الخروج من غرفة المريض أو البيشن المريض وإغلاق اللي هو الباب لابد ننتبه للنقطة هذه لأنه لنعرف بأن الـ 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 يتم خلعه خارج غرفة المريض معدى ذلك جميع معدات الوقاية الشخصية حيتم خلعها داخل غرفة المريض الـ نحن 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 نراقب ونتهكد من أنه يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية بجميع ما تم ذكره سابقاً بالطريقة الصحيحة داخل المنشآت الصحية في عندنا مو كثيرة من ممكن ندقق ونتأكد من توفرها داخل هذه المنشآت الصحية الـ الـ تتكلم عن الاختيار الـ تتكلم عن خلع واللبس معدات الوقاية الشخصية التخلص منها الـ وتوفرها داخل المنشآت الصحية لجميع الممارسين الصحيين وأيضاً بمقاسات مختلفة لجميع الممارسين الصحيين تتناسب معهم أيضاً السهولة وصول الممارسين الصحيين لهذه المعدات الوقاية الشخصية من أجل استخدام البوستر التي ذكرناه سابقاً لازم يصبح متوفر التدريب الذي تم عمل لهذه الممارسين الصحيين يتم تطبيق لبس وخلع معدات الوقاية الشخصية بطريقة صحيحة اختيار معدات الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة التي تخلص من وقاية أو تخلص من معدات الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة كل هذه الأمور طبعاً هذه مش فقط الأمور لكن هذه أغلب الأمور التي تأكد من أن نحن يتم تطبيقها بالطريقة الصحيحة تعطينا نظرة بأن التدريب والتطبيق يتم بشكل صحيح داخل هذه المنشآة الصحية ومثل المنشآة 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 تحضير الأدوية في منطقة ممفصلة وخاصة لتحضير الأدوية منطقة هذه يجب أن تصبح منفصلة عن منطقة غرف المرضى مناطق تقديم الرعاية للمرضى يجب أن تصبح معزولة بشكل كامل أيضاً يجب أن نستخدم التطبيق وأن نستخدم التطبيق يجب أن نستخدم التطبيق التطبيق لتناء التعامل وتجهيز المدكيشن جزء مهم جداً وهو التطهير الاكسس ديفرام أو اللي هو الربر مثل ما هو واضح أمامكم فيما يخص المدكيشن اللي هو العلب الأدوية اللي يتم تحضيرها عن طريق اللي هو الـ IV أو الـ IM فلذلك لا بد أنه يتم تنفك الاكسس ديفرام قبل نستخدم اللي هو الديفايس أو اللي هو السيرينج حتى مع الملتي دوس فيل لابد مع كل استخدام أو السيرينج لابد من أنه يتم اللي هو الـ disinfect الاكسس ديفرام من الـ الديفايس لابد نعرف أنه السيرينج يجب أن يستخدم لأحد شخص لأحد نيدل أو سيرينج يستخدم لأحد لأحد شخص المدكيش 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 مثل السيرينج السيرينج الإبرة والأيضا البرواز أو اللي هو النيدل والسيرينج هي تستخدم مرة واحدة مثل ما هي تم مكتوب عليها من قبل الشركة المصنعة ويتم تخلص منها مباشرة أيضا لابد نعرف بأنه إذا عندنا أي مدكيش ملتي دوز فيل يجب أن نأخذ المدكيش المدكيش مع نيدل ومع السيرينج أيضا عندما نأخذ المدكيش المدكيش السيرينج لا بد أن يصير عندنا استخدام اللي هو إبرة جديدة بلواز جديد حتى لو كنا نحن نبغى ناخذ المدكيش يعني مثلا أخذنا في بداية المدكيش وما كفت المدكيش الثانية حنأخذ نكمل الجرعة فلا بد أنه يتم استخدام نيدل وسيرينج جديد أي نيدل يتم يدخالها داخل المدكيش المدكيش ما ما يعاد اللي هو استخدامها مرة أخرى حتى لو ما استخدمناها مع المريض وهي ستيل نيو نبغى نكمل الجرعة لا لا بد أن نستخدم نيو نيدل السينجل دوز أو اللي هي السينجل يوز هي تستخدم استخدام المريض واحد وأيضا مرة واحدة ممنوع أنه نخزن في الريفريجريتور أو ثلاجات الأدوية السينجل دوز اللي تم استخدامها استخدمها و already need for discarded immediately اللي حنت تخلص منها مباشرة أيضا use flowed infusion or administration set مثل intraveas tubing it should be use one time for one patient only لابد أن نستخدم لمريض واحد إذا أمكن أن نحن مثل ما هو مذكور في رقم ثمان dedicate multi dose vial to single patient whenever possible طبعا إذا كان ندل في الإمكانية أن نخصص الأدوية متحددة الجرعات لمريض واحد يفضل هذا لكن إذا ما نستطيع ونستخدم multi dose vial for more than one patient we should be restricted the medication vial to be centralized and it should be inside the medication preparation area only and do not bring them into the patient treatment area طيب الملتي dose vial لما نستخدم ها لأكثر من مريض لابد من أن يتم تحضير الجرعات داخل اللي هو غرفة المخصصة لتحضير الأدوية medication preparation area وممنوع أن ناخذ medication vial multi dose vial إلى patient area متى ما تم أخذ multi dose vial إلى patient area خلاص في هذه الحالة نحن يجب أن يتم تخلص منها مباشرة multi dose vial for multi patient it should be keep ولا بد من أن تتم حفظها وتخزينها في غرفة تحضير الأدوية وتحضير الجرعة من داخل غرفة الأدوية لما نريد أن نتأكد ونعمل monitoring injection and medication safety داخل منشآت الصحفي أمور كثيرة تساعدنا في هذا الحصوص نتكلم عن documentation لازم عندنا policy procedure تتكلم عن التي هو وفي المثال نتكلم عن توفر التي هو المساعدة في كل قسم توفر التي هو المساعدة مثل المساعدة مثل الـ الادوية لا بد أنها تصير متوفرة وأيضا سهول الوصول لهذه الأدوات وأيضا سهولة الوصول إلى المساعدة و ديمونستريت هذا الجزء مهم جدا على وهو الـ هل تم تدريبهم بالطريقة الصحيحة هل هم الـ براكسس تبعهم بالطريقة الصحيحة ممكن نستخدم معهم اللي هو الانتربيو أيضا عن كيف طريقة اللي هو حفظ الملتي دوز فايل عن طريقة السنجل يوز ميديكيشن اللي هو استخدام السيريج والنيدل كل الأمور هذه هي تساعدنا في التقييم أنه نتأكد من أنه يتم تطبيق الانجيكشن عن ميديكيشن سيرتي بالطريقة الصحيحة الـ تطبيق مهم جدا تنظيف وتطهير بيئة المنشآت الصحية لابد جملانا فيما يخص الـ ان يكون عندنا روتين وتيرمينل وأيضا تارغيت كلينغ المنشآت السيرفيس كما يقوم با الانجيكيشن الصورة التي أمامكم العلمين توضح مستوى الذي هو الزون تبع البيشن نشوف الذي هو في الزون الأخضر البيشن and direct contact items الزون اللي بعد البيشن تتش during the patient care وفي الأخير shared equipment and common services التنظيف التطهير بشكل مستمر التيرمينل يتم عمله عند خروج المريض أو عند نقل المريض أو عند وفاة المريض لا قد الله التارget الكليني عندنا أنه لابد يصير عندنا clean disinfection services near the patient and the frequently touched surfaces مثل مثل تش نظيف في النطاق ال patient direct contact items in the patient care environmental more frequent schedule compared to other services لابد 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 تطلب التنظيف التطيير روتيني مثل ما ذكرنا أنه تنظيف التطيير الأسطح القريبة من المريض والأسطح التي يتم ملامستها بشكل متكرد وفق جداول اللي هو زمنية بتكرار أكثر مقارة بالأسطح الأخرى لابد أيضا يصير فيه عندنا clean decontaminate اللي هو spills of blood or other potential infectious materials أو اللي هي body fluid فيه عندنا شيء معروف لنا جميعا باللي هو spill kit يتم استخدام إذا عندنا يوجد أي انسكابات لدم أو سواء الجسم لابد أن زملانا كلهم يصير مدربين على استخدام هذا هذا مجمل فيما يخص اللي هو environment cleaning and disinfection لابد أن يصير عندنا documentation schedule لازم في عندنا جداول تنظيف التطهير واضحة responsibility لازم أنه نعرف اللي هو items اللي نحن يتم تنظيفها في documentation equipment لابد أيضا نفس الحكاية أنه يصير في عندنا schedule في عندنا جداول توضح هذه environment items اللي حننظفها المواد اللي حننستخدمها في التنظيف المثود تبعا اللي هو التنظيف ال contact time هذا كلها مهمة جدا نكون الزملاء مدربين عليها في نفس الوقت يتم تطبيقها بالشكل صحيح طبعا طبعا when we are doing the environmental cleaning and disinfecting we should be use the ministry of health approved disinfecting لابد أنه إحنا لما نستخدم المطهرات لتنظيف تطهير بيئة داخل منشآت صحية مهم جدا بأنه هذه المطهرات هي معتمدة من وزارة الصحة ولأن الحمد تم اعتماد المطهرات ودراستها من قبل إدار العام وكافة عدو وزارة الصحة أيضا جزء مهم جدا ويجب follow the manufacturing instructions for the proper use of cleaning and disinfection or product dilution contact time storage self-live وأيضا safe use and disposal for cleaning and disinfection product لازم نستخدم المطهرات هذه بناء على توصيات الشركة المصنعة كيف نحل contact time اللي هو مطلوب من أجل أنه يتم الحصول على نتيجة فعالة طريقة تخزين هذه المواد المطهرة اللي هو الشيلب live اللي هو المستوى أو الوقت لفعالية هذا اللي هو الproduct وأيضا كيف طريقة اللي هو التخلص منه كل هذه لازم نتبه لها ولازم نتبعها بناء على توصيات الشركة المصنعة كيف على داخل منشآت الصحية في عندنا أمور كثيرة من الممكن نستخدمها الـ الـ الخاصة بالنسبة تكلم عن روتين تكلم عن اللي هو التيرمين اللي هو الـ تكلم عن مكافحة الحصولات داخل هذه المنشآت الصحية لازم يتم عملها بالشكل الصحيح والأوقات الصحيحة تكلم عن جداول التنظيف والتطهير مكتوب داخل هذه الجداول الأماكن الشخص المسؤول عنه التنظيف والتطهير منه المسؤول المسؤول من النظافة من الداخل هذه المنشأة الصحية المنشأة الحادثة المنشأة الفوضيفية التطبيقات التطبيقات كانت التطبيقات التطبيقات وطريقة تخزينها التقريبية كما يمكن نراجع التقريبية وايضا اللي هو طريقة استخدام كل الأمور هذه من الممكن احنا نتأكد انها موجودة وانها موثقة مثبتة من الممكن ايضا ان احنا نتأكد من توفر هذه السبلاي وايضا انه نعمل اللي هو الانتربيو وايضا تأكد من انه زملائنا الممارسين الصحيين يقومون بعملية الكليني والديس انفكشن في الاجزاء الخاصة بهم بالشكل الصحيح وبالمثود الصحيح وايضا باللي هو الطريقة الصحيحة كل هذه الأمور احنا نستخدمها في المونيترينج داخل هذه المنشآة الصحية التأكد من انه الانتربيو وايضا يتم بالطريقة الصحيح او اللي هي عملية تنظيف وتطهير معدات او اللي هي الاجهزة الطبية المستخدمة لأكثر من مرة بين المرضى طبعا هذا مو مطوع مهم جدا نتكلم عنه فيما يخص اللي هو الريبروسيسينج او اللي هي الريبروسيسينج نتكلم عن الريبروسيسينج انه احنا ما بنستخدمها لأي مريض الا انه نتأكد من انه تم عمل لها بمعنى اذا احنا استخدمنا مع مريض وهي الريبروسيسينج لابد انه يتم عمل تنظيف لها وتطهير قبل استخدامها لمريض اخر ايضا رغم مرة اخرى نشدد على انه لابد من انه نستخدم المنستري من العنوبة على تنظيف لها وتطهير قبل استخدام الأطباء ولابد نعرف بانه عندنا شيء مهم جدا انه لابد أن نفصل الأدوات النظيفة والمطهرة عن الأدوات التي هي ملوثة والتي ستدخل لعملية التنظيف والتطهير لماذا؟ لأنه لا قدر الله لو كانت جميع هذه الأدوات الـ dirty والclean في مكان واحد سيكون عندنا انتقال الـ micro-organism من هذه الأدوات المنوثة إلى الأدوات النظيفة وبالتالي لا نستفيد أو يحصل عندنا التروث لجميع هذه الأدوات لا يمكن أن تسبب لنا العدوى لذلك لا بد أن يصبح عندنا separation في أماكن اللي هو الـ reusable patient care equipment اللي هي already soiled أو contaminated واللي هي already clean ونظيفة manufacturing instruction for reprocessing reusable medical equipment مهم جدا لا بد يكون عندنا متوفر داخل هذه المنشآت الصحية لابد أن نحن تنظيف تطهير هذه المعدات أو اللي هي medical equipment لابد من أنه يتم تنظيفها وتطهيرها بناء على توصيات الشركة لعادة استخدامها مرة أخرى وأيضا لا بد مثل ما ذكرنا هذا المنشآت الصحية المتوفر عندنا داخل المنشآت الصحية من أجل أنه يتم تطبيقه ويطلع عليه من اللي هو الممارسين الصحيين وأيضا لا بد أن يكون عندنا محتوى تدريبي داخل هذه المنشآت الصحية بناء على المنشآت الصحية لتأكد من أنه يتم تنظيف وتطهير الميديكال أو الـ reusable medical equipment بالطريقة الصحيحة أولى الآن محافظة لنا اللي هو الـ classification of the patient care items والـ device إنتم ترى هناك في عندنا ثلاثة classification device classification non critical semi critical وcritical ما يريد على الـ patient contact non critical intact skin تحتاج إلى low level or intermediate level disinfection semi critical اللي هي already will be contact with mucous membrane or none intact skin تكلم عن اللي هو laryngeoscope تكلم عن اللي هو الاندوسكوب كلها سيب كريتكال تحتاج إلى high level disinfection وأيضا الكريتكال اللي هي حتلامس الاستيرائل area of the body it's need for sterilization لابد أن يتم إرسالها إلى اللي هو قسم التعقيم من أجل أنه يتم التعقيم الكريتكال الايتمسكال تحتاج إذا نبغى نسوي monitoring لreprocessing of the reusable medical equipment تحتاج لأن نوصيفي عنده documentation واضح documentation هذا يحتوي على طريقة اللي هو تنظيف تطهير معداد اللي هي reusable medical equipment نتكلم عن أيضا شيء مهم جدا اللي هو الpoint of use للأشياء أو اللي هي reusable medical equipment اللي احنا حنرسلها والريدي إلى اللي هو قسم التعقيم the equipment cleaning and disinfection schedule اللي لازم يصير فيه عندنا schedule لتكلم عن هذه the reusable medical equipment ونتأكد منه يتم تنظيفها تطهيرها بشكل الصحيح في عندنا شيء مهم جدا وهو containers اللي احنا حنستخدمه الريدي في نقل الأدوات ال reusable medical equipment اللي هي نحتاج نرسلها إلى قسم اللي هو التعقيم إذا كانت تحتاج ال high level disinfection أو تحتاج ال sterilization كيف طريقة نقل هذه الأدوات كيف حفظها نحن نحتاج نحط عليها spray gel نستخدم لنقل الأدوات نتكلم عن correct method أيضا اللي هي تم ذكرها سابقة لاتباع اللي هو manufacturing لازم نعرف كيف طريقة استخدام اللي هي المطهرات الخاصة ال reusable medical equipment التخزين ما ذكرنا سابقة لازم نصير في عندنا separate ما بين clean وال dirty reusable medical equipment وأيضا ممكن نستخدم اللي هو متأكد من أنه الزملاء عندنا داخل المشارة الصحية يتم عمل clean and disinfection the reusable medical equipment بالطريقة الصحيحة من طريق إما عن طريق اللي هو الديمسترات اللي هو تمثيل أمامنا بالشكل الصحيح اللي هو ال interview والسؤالهم فيما يخص هذا اللي هو الموضوع ال reprocessing reusable medical equipment كل هذه الأمور هي تعتبر مساعدة من أجل أنه نعمل evaluate and monitoring ونتأكد من أنه تطبيقه بشكل صحيح نتكلم عن transmission based precaution transmission based precaution نحن هنستخدمه مع أي مريض suspected or confirmed إنه عنده infectious disease مرض ينتقل عن طريق إما الحواء أو عن طريق ال droplet أو اللي هو contact نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله ال airborne precaution أو اللي هي احتياطات العزل الهوائي ال airborne precaution أو لأي مريض هو مشتبه أو مصاب بهذه الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء طبعا عندنا أمثلة كثيرة فيما يخص اللي هو ال airborne نتكلم عن TB أو الميزلز الفرسيلا هذه كلها أمراض تنتقل عن طريق اللي هي ال airborne فلذلك إذا عندنا مريض مشتبه أو مؤكد إصابته بمثل هذه الأمراض أو الأمراض تنتقل عن طريق الهواء أو تنتقل جواً فلابد من أنه نحن نطبق هذه الاحتياطات على وهي ال airborne precaution الاحتياطات اللي إحنا لابد نتبعها مع ال airborne precaution في البداية استخدام ال N95 أو the paper during the patient kit ال N95 اللي معروف بال respirator mask أو اللي هو الكمام عالي للكفاءة طبعا نستخدمها بناءا على أنه لابد يكون عندنا في التست نعرف المقاص الأساسي والمقاص الصحيح للممارس الصحري إذا في أي شيء يمنع استخدام ال N95 لعدم توفر المقاص المناسب للممارس الصحي الممارس الصحي مثلا ملتحي في أي إشكالية في الفيس تبع الممارس الصحي أدت إلى فشل اختبار اللي هو في التست فلذلك لابد أنه يستخدم اللي هو البابر أثناء التعامل مع هذا المريض أيضا المريض لابد أنه يجب أن يكون يضع الممارس الصحيح أو تتحيل الميز أدت إلى الممارس الصحيح اللي هي معروفة عندنا في الـ طبعا نعرف جميعا بأنه الغرفة هذه بأنه تستخدم أو في شيء يسمى الحيبة فلتر بأنه يتم تنقية الهواء قبل خروجه من هذه القربة خارج المنشآة الصحية من أجل أنه يتم ضمان أنه عدم انتقال هذا المرض داخل هذه المنشآة الصحية هذا البوستر اللي هو أمامكم موجود متوفر في جميع المنشآة الصحية فيما يخص اللي هو الـ Airborne Precaution طبعا الدروبلت أو اللي هو احتياطات العازل الرذاذي يتم استخدام احتياطات اللي هو العازل الرذاذي لأي مريض مشتبه أو مؤكد صابت بهذه الأمراض اللي هي تنتقل عن طريق الدروبلت أو اللي هي تنتقل عن طريق الرذاذ سواء كان عن طريق الكحة أو عن طريق اللي هو العطاس والكلام طبعا هنا في هذه الحالة عندنا مريض أيضا لابد هذا المريض أنه احنا نعزله في سينجل روم وأيضا لابد أنه احنا نستخدم اللي هو سيرجيكال ماسك ونسبب المحيط محيط مسافة أقل من ثلاثة أقدام بيننا وبين المريض لا بد من أنه يتم استخدام اللي هو السيرجيكال ماسك طبعاً ذكرنا انه الاسولات اللي هو Suspected or Confirmed Patient with Single Isolation Room هنا ما يحتاج Negative Pressure Room او اللي هي Airport Infection Isolation Room الـ Droplet Precaution تحتاج فقط انه احنا نعزل المريض في Single Room نستخدم اللي هو Surgical Mask اذا كان ما بيننا وبين اللي هو المريض ثلاثة اقدام نخص النوع الثالث من اللي هو Transmission Based Precaution اللي هو الـ Contact Precaution الـ Contact Precaution سوف يستخدمه لأي مريض المشتبه او مصاب بمرض ينتقل عن طريق اللي هو الـ Contact Transmission نحتاج اذا عندنا مريض مشتبه او مصاب بمرض ينتقل عن طريق اللي هو الـ Contact Transmission اول شيء انه لا بد نعلم بانه معدات الوقاية الشخصية اللي احنا نستخدمها هذا مهم جدا انه نستخدمها لنستخدمها الـ Headcare Worker's Hand وسكن والـ Cloth also from the Micro Organism وايضا هنا نحتاج انه احنا نعزل المريض في Single Room او غرفة خاصة هذا اللي خص لنا طريقة استخدام معدات الوقاية الشخصية الـ Personal Protective Equipment فيما يخص اللي هو الـ Transmission Based Precaution سواء كانت عن طريق اللي هو الـ Contact Precaution أو الـ Airborne في البداية لا بد نعرف انه Very Important الهاند هيجينه يتم عمله قبل التعام معدات الوقاية الشخصية لو تلاحظون الـ Contact Precaution هنا انه الـ Gloves وايضا الـ Gown بقية اللي هو معدات الوقاية الشخصية الـ Surgical Mask الـ Surgical Mask لكن الـ Respirator لا نحتاج ان نستخدم الـ Inspirator اللي هو الـ N95 الـ Eye Protection الـ Droplet مثل ما انتم شايفين امامكم الـ Gloves والـ Gown لكن الـ Surgical Mask يجب ان نستخدمه الـ Respirator أو الـ Inentupive هنا ينتقل معانا في الـ Droplet Precaution أو ممكن استخدامه في الـ Droplet Precaution إذا في عندنا أي شيء المعروف بالـ Air Generation Procedure أو الـ Air Solo Generating Procedure اللي هو الإجراءات مثيرة للرذاذ إذا كان في عندنا مريض هو على الـ Droplet Precaution وحنا بنسوي له الآن الـ Intubation حنبدل الـ Surgical Mask إلى اللي هو الـ Respirator الـ N95 ولكن الـ Eye Protection في الـ Airborne Precaution الـ Gloves والـ Gown الـ Surgical Mask أبداً ما راح نستخدمه حنستخدم الـ Respirator وذكرنا سابقاً أنه تم خلعه خارج غرفة المريض وأيضاً الـ Eye Protection وحنا نستخدم الـ Transmission Based Precaution في عندنا مرة كثيرة ممكن نستخدمها وأنتأكد أنه يتم عمل Transmission Based Precaution بالطريقة الصحيحة الـ Documentation موجودة عندنا اللي تتكلم عن اللي هو Transmission Based Precaution Airborne Contact Droplet تتكلم عن Hand Washing Facility اللي هي متوفرة في الـ Isolation Room في الـ Single Room تتكلم عن Signs اللي هي العلمات والقروط اللي لا بدت تصير موجودة سواء كانت الساينس اللي هتوضع داخل أو آسف خارج غرفة المريض من أجل تنبيه الممارسين الصحيين وأيضاً الساينس اللي هي تبعه Transportation وكيف طريقة نقل المرضى تتكلم عن Demonstrate وطريقة لبس وخالع معدات الوقاية الشخصية من قبل الممارسين الصحيين لأكثر من حالة سواء كانت عن طريق اللي هو لبس وخالع معدات الوقاية الشخصية الخاصة بال الخاصة بال الخاصة بال الخاصة بال اللي هو تم أخذه من قبل الممارسين الصحيين فيما يخص هذه المواضيع Transportation نحن نقدر نتأكد من أن الزملاء عارفين الطريقة الصحيحة النقل المرضى أو Transportation of the patient He is under contact or droplet or air phone بريكوشن كل هذه الأمور هي ممكن تعطينا هنت بسيط أو من الممكن نحن نستخدمها في اللي هو تقييم تطبيق Transmission Based Precaution داخل اللي هو المنشآت الصحية ومن الممكن نحن نستخدمها بالإضافة إلى معلومات أخرى فيما يخص إذا نحن نبغى نعمل أو اللي هو Auditing لتطبيق Transmission Based Precaution Invasive Medical Devices for Clinical Management هنتكلم عن أجهزة اللي يتم تركيبها أو يتم تركيبها للمرضى ويتعتبر أجهزة مؤقتة الموضوع هذا هنتكلم بشكل موجز أعتقد أنه هنتم هتأخذونه بشكل موسع فيما يخص السوربيرنس لكن لا بدنا نعرف أنه لازم يصير فيه عندنا assist the medical necessity of any invasive medical devices like the vascular catheter the urine catheter the feeding tube the ventilator the surgical brain in order to identify the earliest opportunity for the removal لازم في عندنا تقييم مستمر لضرورة الأجهزة الطبية هذه وأنها تبقى في المريض مثل القصدرة اللي هو العواية الدموية القصدرة البولية أنا بي بالتغذية من أجل أنه نحدد أقرب فرصة لإزالة هذه الأجهزة من المريض أيضاً في عندنا شيء مهم جداً على وهو ensure that the healthcare worker adhere to the recommended insertion and maintenance practice لازم نتأكد من أن زملائنا الممارسين الصحيين يعرفون ويلتزمون باللي هي معروفة بالpundles insertion bundles maintenance bundles هذه ويتطبقونها بالطريقة الصحيحة waste management أو اللي هو بالمعروف بإدارة النفايات داخل المنشآت الصحية waste management إحنا حنتكلم عن الأربعة categories non risk waste حنتكلم عن infectious waste sharp waste وفي الأخير حنتكلم عن body part and organ قبل ما نتكلم type of waste لازم نذكر زملائنا بأنه فيه regulation متنظيم من الإدارة العامة لنفايات الطبية خص بتنظيم segregate أو اللي هو waste management فهذا هو اللي متبع لدينا فيه المملكة العربية السعودية non risk waste أو اللي هي المخلفات الغير معادلة في المشاعات الصحية ده لابد أنه يتم الورميها أو we should be disposed in general waste اللي هو النفايات العادية الغير معادية طبعا items ممكن احنا برضو نرمي فيها items that it will be not release or أيضا داخل اللي هو الدليل لذلك لازم ننتبه في النقطة هذه أنه احنا نمشي بناء على الدليل الصادر من إدارة النفايات الطبية فلذلك أنه أي مخلفات خارجة من قروفة المريض ما في قوز نتكلم قطن ما في دم يتقطر نسبة بسيطة جدا مش في أي infectious disease مثبت أنه في الدليل أو في regulation فلذلك هنتخلص منه النفايات الطبية المعدية يجب أن تجمعها في أكياس بلاستيكية صفراء مثل ما هو واضح أمامكم أيضا لابد أنها تحمل هذا العبارة أنه الhazard medical waste اللي هي النفايات الطبية الخطرة لابد تصير فيها باللغتين اللي هو العربية والإنجليزية وأيضا لابد من أنه موجود logo أو biohazard logo الشعار اللي هو المخاطر الحيوية طبعا لازم نعرف أنه containers with blood or body fluid that cannot be emptied هنحطها في اللي هو infectious waste الحاويات أو العلبة اللي تحتوي على الدم تصاعدنا ما نقدر نسوي الأممش الغير قابلة للإفراغ هذي أريد هنحطها هذة اللي هي infectious waste في اللي هو item moderately or heavy socket dripping in blood or body fluid it should be in the infectious waste هنا items سواء كان القوز القطن اللي فيه دم ولكن هو already moderate or heavy socket يعني مشبه ومنقوع بشكل إما معتدل أو شديد بالدم أو سواءل الجسم وممكن يحدث فيه تقطر هذا already حيروح معنا في infectious waste شارب waste شارب waste أو اللي هي النفايات الحادة لابد نعرف أن الشارب waste will be disposed ويتخلص منها in yellow thick leak proof and puncture proof containers مثلا needles syringe glass items لازم كلها ترمي داخل اللي هو sharp containers طبعا لابد نعرف أنه يجب بيرنج 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 زجاجية وأيضا هذه الحاويات لابد من أنها تحمل عبارة اللي هو hazard sharp items باللغتين بالعربية والإنجليزية وأيضا تحتوي على logo أو شعار biohazard طبعا don't the simple blade or needles from the equipment ما إذا نجينا نتخلص من الأدوات الحادة هذه ما رح نفك أي شي منها سواء كان syringe سواء كان blade هنتخلص منها مباشرة في هذا مباشرة وأيضا لابد أن 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 نتبع اللي هو safe practices عند التعامل مع هذه الأدوات الحادة وتخلص منها بشكل مناسب لأن نمنع اللي هو إصابة الممارسين الصحية بهذه الأدوات لا قدر الله الرابع اللي هو البودي بارد والأرخان أصبح اللي هو البودي بارد والأرجان ستتم وضعها في الأكياس اللي هي جاية باللون الأحمر مثل المواضح أمامكم في الصورة طبعا هي ستحمل اللي هو عبارة اللي هو باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا تحمل اللوغو اللي هو البايوهازارد لوغو سنخزن البادي بارت والأورغان دائما في المشرحة حتى أنه نحن نتعامل معها أو نتم التعامل معها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو حسب ما تراها اللي هي الدولة المعنية بهذا الشخص سواء كان هو متوفى أو بادي بارت والأورغان جراء عملية معينة فلذلك هي حسب اللي هي الريغوليشن اللي تم التعامل مع هذه الأجزاء البادي بارت أو الأورغان طبعا أنا أخذت بس عشان تطلعون من الممكن أنتم ترجعون الريغوليشن أو اللي هي الأدلة والتنظيمات الصادرة من اللي هو دارت النفايات الطبية تتكلم هنا عن اللي هو المرضى اللي هما معزولين بسبب أن وجود لديهم مرض معدي طبعا مش كل الأمراض المعدية حتعتبر أو اللي هي المخلفات الويست حتعتبر لو تلاحظون هنا مثلا الأطفال لكن تلاحظون اللي هو الجدول الثاني أو اللي هو الجزء الثاني تكلم عن نتكلم عن الأناثراكس نتكلم عن الإيبولا هذا كلها التي ستعتبر فهذا اللي هو التشريعات والريغوليشن اللي أنا ذكرتها لكم لابد أن نحن نتماشى فيما يخص اللي هو النفاية الطبية داخل مشاهد صحية بالتوافق مع الأدلة والريغوليشن الصادرة بخصوص هذا الموضوع الآخر نتكلم عن إيبولا ما هو اللي ممكن نحن نعتبره هزارد شارب آيتم ويستمر في البلاك باك الانفيكشواس ويست هنا بعض الأمثلة مثل ما تلاحظون اللي هو إيبولا تلاحظون أيضا اللي هو سيرج لابد أن نعرف بأنه أول شيء مثل ما مكتوب أمامكم المكتوب أمامكم لابد أن نحن لما نجمع أو الممارس الصحي يبدو أن نجمعون الكونتاميناتد لينيز من البيشن الصادرة لأنه يتوقع الحذر قبل عملية الجمع لينيز لأنه يتأكد من هذا موجود أي أشياء حادة أو أشياء غريبة بالقفزات الحقن الأبر اللي هو المشارط أيضا لابد أنه كيرفو اللف من أجل أنه نتجنب اللي هو اللي يصير فيه عندنا التعرض اللي هو الغير ضروري لهذه الكنتاميناتد لينيز وأيضا إيضا 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 توضع مباشرة في الأكياس المناسبة والمخصصة للكنتاميناتد لينيز طبعا لازم نعرف بأنه الكنتاميناتد لينيز لن يجمع هذه الكنتاميناتد لينيز لأنه ما ينبغي حملها وفي جميع أنحاء القسم يعني مثلا نأخذها من غرفة وبعدين نمشي فيها داخل القسم ونوديها إلى اللي هو الكنتينر اللي هنحط فيه الكنتاميناتد لينيز لا لابد اللينيز ديرتي باك يجب أن نحضر الكيس إلى غرفة المريض عشان نضع فيه مباشرة الكنتاميناتد لينيز في شيء مهم جدا وهو الكنتاميناتد لينيز ما بنخزن الكنتاميناتد لينيز داخل أو نفرزها داخل غرفة المريض لا هي تم جمعها وتغلص منها أو اللي هو إخراجها من غرفة المريض بالطريقة الصحيحة الخطوة الثانية الباكينغ أو اللي هو تكييز أو وضع اللي هو كنتاميناتد لينيز في الأكياس المخصصة لا بد أن نعرف بأنه الكنتاميناتد لينيز سيكون بي بلايس وينز كوليكتد في ليك بروف لاندري باك لكييز باكز باكز أو أدى باكز لا بد أنه إحنا البيضات أو اللي هو الملاءات أو اللي هي الكنتاميناتد لينيز بمجرد جمعها توضع في الأكياس المخصصة الأكياس هذه مانعة للتسرب ويسروا بيتم جلبها أو إحضارها إلى جانب السرير طبعاً في شيء مهم جداً نعرف أنه لا يوجد أي ميزة على المحصصة ويحصصة 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 أو أي ميزة لتكلمة باكز ومع ذلك الإيبولا أو إذا كان هناك أي ميزة في المخصصص لا يوجد أي ميزة أو توصية تتكلم على أنه نستخدم اللي هو الدبل باك في الكنتاميناتد لينين إلا في بعض الحالات مثل بعض الأمراض اللي هي زي الإيبولا ممكن نستخدم اللي هو الدبل باك أو في حالة أنه عندنا تسريب في الكيز الأول فنستخدم اللي هو الدبل باك طبعاً لا بد نعرف بأنه الكنتاميناتد لينين ذاتس already full with blood or other body fluid or this collected from the isolation room should be collected in water dissolved laundry bag before placing into the usual laundry bag الكنتاميناتد لينين اللي هي مليانة بالدم أو سواء الجسم الأخرى اللي هي ممكن تصير يحصل فيها tripping أو تسرب لا بد أن يتم جمعها أو من غرف العزل برضه لا بد أن يتم جمعها في أكياس الغسيل اللي هي قابلة للذوبان اللي هي هتأخذ الأكياس هذه مخصصة موجودة في المنشاة الصحية هتدخل في عملية الغسيل مباشرة قبل المنشاة اللي هو نحن نضعها في الأكياس المعتادة هنا transit storage أو اللي هو التخزين المؤقت للكنتاميناتد لينين طبعاً لا بد أن نعرف بأنه المنشاة المنشاة هي المنشاة 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 لذلك لأنه لا بد أن يكون مؤقت وقت قصير قبل أن يتم جمعها إلى المنشاة لا بد أن نعرف أن هذه منطقة التخزين هي منطقة مؤخصة مخصصة للتخزين المؤقت يتم فيها تخزين الكنتاميناتد لين المتسخة لفترة قصيرة قبل أنه يتم نقلها إلى هي المغسلة المركزية اللي موجودة داخل المنشاة الصحية أو إذا كان فيه كونتراكت أو اللي هو عقد لمغسلة خارجية طبعا هذه المنشاة يمكن أن تأخذ من المنشاة من المنشاة في كل المنشاة لابد أنه هذه المنطقة تكون على شكل غرفة موجودة أحد اللي هي المرافق اللي هو تم تصميمها داخل الأقسام لوضع الكنتاميناتد لينين في هذه الأقسام لابد أنه أيضا نعرف بأنه تخزين الكنتاميناتد لينين لابد أنه يصير فقط عندنا فيه حاويات محكمة الغلق في اللي هو هذه المنطقة السويلد لينين ستكون موجودة في سيلد كونتينر أو سيلد اللي هو اللي هو عبارة عن حوامل أو عبارة عن بطنات مغلقة أو محكمة الغلق طبعا لازم يصير فيه عندنا شيء سماع اللي هو الريجولار كوليكشن أوف دا سولد لينين فروم تيمبوري الستوريج آريا اللي هو حصول عندنا لازم فيه جدول عندنا لاستلام اللي هو كنتاميناتد لينين ونقلها بشكل مستمر من أجل أنه نتجنب تراكم الكنتاميناتد لينين اللي موجودة عندنا داخل هذه الغرفة المخصصة أو طبعا هي دائما تؤخذ بعد كل وعند الحاجة إذا امتلعت قبل انتهاء الشفت اللابد يصير فيه عندنا اللابد اللابد يتم التنظيف والتطهير لهذه المنطقة بشكل يومي وجميع الحاويات والحوامل اللي هي مستخدمة داخل هذه المنطقة الغرفة المخصصة بشكل شفت لكن ما نتعدى اللي هو 24 ساعة وأيضا لابد نعرف بأن المخصصة اللابد اللابد يتم نقلها داخل المنشعة الصحية باستخدام عرضات ذات عجلات وأيضا مانعة للتسرب وأيضا من أجل أنه ما يحصل فيه أي تسرب أثناء اللي هو نقل هذه الترولي أو الويلد كنتينر اللي إحنا حنستخدمها يجب أن يكون مخصصة دائما ويجب أن يتم تنظيف تطهير هذه العربات المستخدمة لنقل الترولي بشكل يومي باستخدام مطهر معتمد مثل ما ذكرنا سابقا من وزارة الصحة نحتاج الآن تكلمنا عن كيف نتأكد نفعل داخل المنشعة الصحية فيما يخص الترولي عندنا كثيرة ممكن نستخدمها الموجودة عندنا البلوسي البروسيجر فيما يخص المنشعة 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 و REMP2 لموازل تسليم الـ المنشعة الصحية و المنشعة الصحية هل ينقلونها متى؟ هل ينقلونها كل 24 ساعة من الأقسام؟ طريقة النقل، هل يستخدمون العربات؟ هذه كلها أمور تعطينا نظرة عن طريقة النين المجمد داخل هذه المنشآة الصحية نتكلم عن ممكن نسوي الانترفيو مع زملائنا عن طريقة كيف هم بـ اللي هو الـ كيف يسوون اللي هو الـ كل هذه تعطينا أنتباع بأنه يتم التطبيق بشكل صحيح التريننج والأدوكيشن اللي أخذو الـ داخل هذه المنشآة الصحية فيما يخص الـ أو الـ هذه كلها تعطينا نظرة فيما يخص الطريقة اللي هو التعامل مع هذا الـ اللاندري اللي موجودة، الـ اللي هما يستخدمونه، التمبريتشر، أيضا نتكلم عن الـ الماتيريال، الـ اللي هما يستخدمونها، الماء السوف اللي موجودة عندنا، هذه كلها أمور تعطينا نظرة فيما يخص طريقة تطبيق أو اللي هو اللينن منج من داخل هذه المنشآة الصحية في النهاية قبل ما نختم زملانا، لابد نعرف بأنه الالتزام في ممارسات Infection Prevision and Control Practices هو أمر ضروري جدا من عجل اللي هو ضمان وتوفير رعاية صحية آمنة للمرضى، وأيضا ضمان اللي هو عدم انتقال عدوى داخل المنشآة الصحية لا قدر الله سواء كانت للممارسين الصحيين أو للمرضى أو للزوار هذه المنشآة الصحية، أيضا لابد نعرف زملانا بأنه لابد من أنه يتم مراقبة وتقييم تطبيق ممارسات مكافحة العدوى بشكل مستمر يتم من اللي هو المراقبة، أيضا لابد أنه يتم تعزيز مهارة الممارسين الصحيين من خلال معالجة اللي هو نقاط الضافة اللي هي تم تقييمها أو تحديدها من قبل التقييم، وذلك من خلال التدريب والتعليم وزيادة الوعي المستمر. جميع زملانا موقع الإدارة العامة المكافحة عدوى المنشآة الصحية يوجد فيه جميع الأدلة وجميع النماذج من الممكن تحتاجونها. أتمنى الإطلاع عليه للاستفادة بمعلومات أكثر كما أحب أنوه وأركز على الـ إنه ممكن تجدون نماذج التقييم اللي نستخدمها داخل المنشآت الصحية فيما يخص تقييم الـ Infection Prevention and Control Practices ومضمنها الـ Call of Infection Prevention and Control Practices وأتمنى الإطلاع من أجل الاستفادة. بالنهاية أحب أشكركم جميعا زملائي على حسن الاستماع شاكر ومقدر لكم أتمنى كانت المحاضرة مفيدة لكم أتمنى أنه قدمت معلومات تستفيدوا منها بإذن الله كان معكم زميركم عادل سليمان من الإدارة العامة المكافحة عدوى المنشآت الصحية شاكر ومقدر لكم. ترجمة نانسي قنقر